السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسامات الواسعة ما هي الحقيقة حول الكريمات التي تقفل المسامات وهل هذا الشيء صحي الجواب لا يوجد كريم تسد المسامات وإنما بطريقة بخرى سأعطيكم إياها نضيق المسامات بحيث تكون غير مرئية هذا الشيء الصح لأن المسامات أصلا طبيعة بشرة وهي المتنفس الوحيد للبشرة بها تقوم بإخراج الدهون والعرق ويقوم الدهون بترطيب البشرة ومنع أشعة الشمس الضارة حتى لا تدمر البشرة والسبب لها تجاعيد فلها فوقت كثيرة على البشرة وهناك أسباب تؤدي إلى تكون هذه المسامات من أهمها أصحاب البشرة الدهنية أكثر ناس عرضة للمسامات لأن البشرة تفرز دهون مادة السيبم بنسبة عالية فيه تراكم في المسامات فتكون المسامات مرينة مع الوقت تكبر المسامات خاصة لو انسدت بالرؤوس السوداء مع الوقت تتكون مسامات واسعة أيضا بعض الأشياء الجينات الوراثية التعرض الزائد لأشعة الشمس مع التقدم بالعمر يقل نسبة الكولاجين والألستين فتكون البشرة غير مرينة أو مع فقدان الوزن بشكل سريع فتكون البشرة غير مشدودة أيضا من الأسباب النوم بالمكياج لذلك نقول للبنات اللي أرضى عليكم قبل النوم لازم تنظفوا البشرة لأن المكياج والفونديشن يتراكم في المسامات وتتوسع بشكل أكبر هذه أهم الأشياء الآن سأعطيكم خطة علاجية لتضييق المسامات بمنتجات طبية موجودة في الصيدلية قبل ما أبدأ بذكر هذه المنتجات أحفظوا عندكم مكتبوا هذه المادتين المفتاح للعلاج المسامات وأيضا للبشرة الدهنية نحن ذكرنا من الأسباب من زيادة إفراز الدهون فنحتاج أشياء تنظم إفراز الدهون رقم واحد مشتقات فيتامين ألف سواء الحبوب الزوتروتونويد وهذه عن طريق طبيب جلدية أو كريمات تحتوي على فيتامين ألف هذه هي الإكراتين أو الديفرين أو الريثنويل كأخف نوع رقم اثنين أي غسول أو تونر يحتوي على مادة السلسريك أسيت وهذه هي الصفصاف التي تقوم بتنظيف الدهون بشكل عميق جدا وأحظ كلكم منتجات تحتوي على هذه الأشياء وطريقة استخدامها بالتدريب الروتين علاج المسامات الواسعة زي ما ذكرنا هي من طبيعة البشرة فتحتاج نفس وقت طويل يعني بتكرار بشكل يومي تصغم هذه الأشياء رح تلاحظوا فرق كبير جدا وأن البشرة صارت أفضل من أول مشدودة مسامات غير مرئية هذا الشي الصح يعني رح تكلكم الآن بالتدريج منتجات مشهورة جدا لو نبدأ أولا بالغسول غسول دائما أنصح يكون يحتوي على مادة اسمها السلسليك أسيت التي ذكرت إياها مادة السفصاف موجودة في أمثل على ذلك من شركة نتروجينا الغسول برتقالي مكتوب بالخلف يحتوي على سلسليك أسيت أو غسول مشهور جدا من شركة طبية لو عندكم قدرة أمكانية من شركة سيرافي يحتوي على سلسليك أسيت اسمها هذه تغسو البشرة لو حتى قبل النوم لأنه ضروري تنظفوها من الزيوت من المكياد من الأتربة مثل ما ذكرنا مادة السلسليك أسيت موجودة في الغسول وأيضا موجودة في التونر وفي شركة مشهورة جدا اسمها بوليش شويز تحتوي على 2% مادة السلسليك أسيت هذه ممكن تستخدمها حتى لو في الصباح تنظيف البشرة والغسول في الليل أو في أي وقت تتبادل بينهم أو تكتفوا بواحد منهم الخطوة الثانية يستخدم كريمات لعلاج المسامات ومن أشهرها فيتامين ألف الذي هو الإكراتين تركيز 0.25 فقط على أماكن المسامات هنا وأماكن تيزون وفي الليل ويكرر بشكل يومي أيضا الكريمات المشهورة جدا لعلاج المسامات في من شركة بايو ديرما بور ريفينر هذا مشهور أيضا من شركة لورش بوزي كريم أفيكلار مات هذه الكريمات فيها مواد تضيق المسامات وترطب البشرة وتنظم إفراز الدهون جيدة جدا ممكن تستخدموها بالتناوب أو بعد الإكراتين أيضا التقشير بشكل أسبوعي لو حتى مرتين في الأسبوع وأنصح بالجريكوليك أسيت يعني كمقشر يعمل بيرينج يعني يعمل إزالة للجلد الميت والأوساق بحيث لا تتراكم في المسامات أو أي مادة أخرى تحتوي على ألفا هيدروكسي أسيت هذه تعملوها مرتين في الأسبوع من الحلول أيضا في العيادات التجميل هناك الليزر وخاصة الفريكشنال وفيه الليزر يقوم بشد البشرة وفيه ميكرو نيدل الذي هو درمارول هذه بعض الأطباء يقللوا من فعاليتها بس يتعتبر من ضمن الحلول لعلاج المسامات وأفضل شيء لعلاجات المنزلية التي ذكرت لكم إياها وتركزوا على مادة سلسل كأسيت مشتقات فيتامين ألف هذه من أهم العلاجات وتحتاج وقت ورح تشوفوا إن شاء الله النتائج ممتازة أتمنى أكون قد أفدتكم هذا الفيديو لو بمعلومة بسيطة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تدعمونا بلايك حتى نستمر أكثر تشيروا المقطع لأصدقاءكم واكتبوا لي في الكومنتات على المواضيع التي تحبوا ونطرحها لكم في الفيديوهات القادمة ويعطيكم العافية على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته